لم تحل غزارة الأمطار دون خروج المسيرات الاحتجاجية في مختلف أنحاء العاصمة المصرية القاهرة تحت مسمى جمعة الخلاص للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف الثورة أنا عايزين نأكل ونأكل عيالنا ونعلمهم بس مطالب لنا أصلا كنت راجل موظف وقتاعة الخاص وصرحوني دلوقتي خالي بنا شغل عندي طفلين أكلهم إزاي إلى ميدان التحرير وسط العاصمة وصلت المسيرات الحاشدة من حي ميدان نصر شرقي القاهرة والعباسي وحي المهندسين وشبرى ومنهم انطلقت المسيرات وسط هتاف مئات المتظاهرين ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي الذي ساد محيط هدوء حذر وسط تعزيزات أمنية مشددة تصدرتها الجدران الخرسانية التي وضعتها قوات الأمن للحؤول دون محاولة المحتجين اقتحام القصر ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وبلجنة لتعديل المواد الخلافية بالدستور وإزالة آثار الإعلان الدستوري كما يطالبون بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون وإلغاء حالة الطوارئ بمدن القناة وامتدت مظاهر الاحتجاج إلى مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس شمال شرقي البلاد للتنديد بحكم مرسي والمطالبة بالقصاص لمقتل العشرات الأسبوع الماضي ويتهم المحتجون الرئيس محمد مرسي بالإنفراد بالحكم والتخلي عن أهداف الثورة التي اندلعت قبل عامين يسكت المرشة يسكت المرشة يسكت المرشة